سيد تموم مكة السلام عليكم السلام يا حضرتك يا شيخ الله يسلمك من كل سوق ومكروم أنا كنت عايز أسأل بس على جوزي فضالي أنا متجوزة أنا واختي اتنين اخوات ماشي جوز واختي حصلت له مشكلة وتحبس ومخلفين منهم اربع عيال ماشي دلوقتي جوزي بيشقي فيه أنا وهي تمام وبيعمل يتكلم علينا مع الناس كلها وبيعمل مشاكل كبيرة أو بيقول إن ابني مش ابنه حاجات كتير قوي دلوقتي احنا مش عارفين نعمل واختي تعمل ايه عشان هو جوزها كان كويس معاها ملهوش كبير ملهوش ملهوش ايه احنا اتجوزناهم من مامتهم ودلوقتي احنا الاتنين مش عارفين نعمل ايه هو ماشي بيشاف سمعتي وسمعتها قدام الدنيا كلها دلوقتي احنا مش عارفين نعمل وهي تعمل ايه مع جوزها عشان هو كان كويس معاها هي لسه بتزور جوزها هي بتزوره او بس يعني موضوع الزيارة يمزوروش كتير لان هو بعيد يعني وكده فمش بتعرف تروح له طيب حاضر يا ستي حاضر واهله دلوقتي بعد يعني اهله تدخلوا في الموضوع ما كانوش متدخلين لأول ما كناش نعرفهم دلوقتي اهله تدخلوا تدخلوا بالخير ولا بالشر؟ لا بالشر شكرا ارجع لي ستي ام مكة اتنين اخوات والاولان اتحبس اجلي كل الكلام لحد ما تروح تزوري اللي اتحبس اللي هو زي ما انتوا بتقوله طبعه كويس ولين وانسان محترم نرجع ونقول له اخوك عيب لو ما قالش الاخوه عيب وانت قلتي ان اخوه ملوش كبير ان الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن يعني في ناس ما ينفعش معاه هنا او لا قال الله وقال الرسول قالت الادب ملوش كبير سبب دين ينكر المعروف يهدم بت اخته ويهدم بت اخوه يهدم بت الدنيا كلها امه مش عارفة تحكمه واخوته الكبار ملوش لازمة في حياته فنعمله ايه نوديه على طول الظابط الظابط يا ربي النيابة تقدبه ان الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن